الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم هو الصحابي الجديل أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أحضرته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى يثرب مهاجرا إلى المدينة أتت أم سليم بابنها أنس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره عشر سنوات وقالت يا رسول الله هذا ابني أنيس غلام لبيب كاتب أتيتك به ليخدمك فادع له فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أكثر ماله وولده واخفر الذنبه وأطل عمره قام أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه بخدمة الرسول مدة عشر سنوات وهي مدة مكوث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وقد حظي برعاية واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وشبع لأخلاقه وتعلم سنته صلى الله عليه وسلم وقد نقل إلينا من الأحاديث ما تجاوذ ألفي حديث رضي الله عنه أرضاه قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين لا والله ما سبني سبة قط ولا قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته والآن مع حديث اليوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي أوضح ليكم بعض معاني الكلمات الصعبة رديفه معناها خلفه الرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب لبيك يعني إجابة بعد إجابة سعديك يعني مساعدة في طاعتك بعد مساعدة صدقا يعني صادقا في ذلك يتكل معناها يعتمد على ذلك ويترك العمل أما تأثما فمعناها خوفا من الإثم بعض الفوائد من هذا الحديث الشريف يجوز ترك التحدث بحديث إذا كان يترتب عليه محظور أو قعود عما هو أفضل تاني حاجة جواز الإرداف على الدابة بشرط عدم الإضرار بها يعني الدابة تكون قوية بالقدر الكافي لتحمل إثنين ثالث حاجة بيان منزلة معاذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه له رابع حاجة جواز الاستفسار عما يتردد في نفس السائل وخامسها من شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون قائلها صادقا غير شاك ولا منافق وآخر حاجة أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم وإن دخلوها بسبب ذنوبهم اخرجوا منها بعد أن يتطهروا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ويريت كلنا نعمل شير للفيديو حتى تعوم الفائدة ويريت لو نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة على اليوتيوب ولو تزور صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته